هي مشاهد لممارسة المحرمات وتقوص السحر والشعوذة طلاصم وصور لأشخاص وبعض اللوازم وأشياء غريبة مدفونة بجانب قبور الموتى دون مراعاة لحرمتها هو ما عطر عليه شباب مدينة حاسي بحبح بحب بولاية الجلفة خلال قيامهم بحملة لتنظيف مقبرة سلهادي وعند نشعر بيت يدخلوا لها القوالة بسألهم يخلطوا بيناتهم يفرقوا بيناتهم طلب هذا الشيء الهمة على المرأة هذه يخسر في الدرعة مقابا هي بابا يدمر عويل نحواجه ندوم نلقو فيها سعور نلقو فيها متأكتب هذه نلقو فيها في تسع وير نلقو فيها كل شيء نلقو فيها الوقت ينعد ماش فيها نممكن يدخل لك ديرها يجي يزور في قبار يدخل ويروع ما تفهم لوش همتنونش تلقاش نلقو في هذا المقبرة أشياء مثلا يندلها الجبين من تمائم وتقوس وشعوذة وأمورات كما هذه لصراحة هذه غريبة على عاداتنا وعلى تقاليدنا وخلال هذه الحملة تم الاستنجاد بأئمة من المدينة الذين نبهوا من خلالها إلى نبذ هذه الأعمال التي تسيء لحرمة المقابر الذين يذهبون إلى السحرة وإلى الشعوذة ويقومون بهذه التعويذات وبهذا السحر وبهذه الطلاصب وبهذا السحر المدفون خاصة في هذا المقابر يعني وجدوا الكثير الكثير من السحر المدفون لأن هناك سحر ياسر كان سحر مأكور سحر مدفون سحر مشروب سحر معلق سحر منفوق فلهذا أكثر يعني اللي وجدناه هو السحر المدفون الذي يدفن في المقابر فأتقوا الله في أنفسكم ورغم تحريم ديننا الحنيف لمثل هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع أضحى تخصيص دروس في المساجد أولوية كبيرة للحد من كيد هؤلاء السحراء الذين دنسوا المقابر